السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا العزائي وطلاب الصفة الثالثة السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل اسئلة كتاب لامتحان نسخة عشرين اتنين وعشرين. نرضى الحلقة رقم اتنين في الكيمياء الكهربية والحلقة رقم تسعة وتلاتين في الكتاب كامل. هنحل فهم صفحة مية اتنين وتسعين حتى صفحة مية سبعة وتسعين. بقى اسئلة بداية الباب. سلسلة الجهود الكهرو كيميائية والخلال جلبانية وخلية دانيال. صار رقم اتنين وعشرين في هذا الجزء بيقول لي خلية جلبانية. الرمز الاصطلاحي لها بالشكل ده كده. طبعا انت تفهم هنا ان حصل اكسادة. ليه الهايدروجين يبقى الهايدروجين انود. والفلز ام بتاعنا هيبقى كاسو. فبيقول لي وقيمة الاي ام اف للخلية بتاعتنا بتساوي. تمانية من عشرة فانت عارف ان الاي ام اف بتساوي. جهد اكسادة الانود. جه اكسادة الانود. ناقص جهد اكسادة الكاسود. طيب الاي ام اف بتاعت الخلية بتاعتنا بكام? تمانية من عشرة. فجهد اكسادة الانود بتاعنا بيه صفر. يبقى هنا كده سالب جهد اكسادة الاي. الكاسود. طيب. هو بقول لي ما قيمة جهد اكسود القياس. يبقى انت هتضرب المعادلة بتاعتك في السالب واحد. او هتعدي الاشارة. فيبقى اللي هو جهد الاكسادة. هيسوي سالب تمانية من اي من عشرة فولت. يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار اي. تروح بعد كده لي السؤال رقم تلاتة وعشرين. بيقول. ازا كان الفلز اكس عامل مختزل اقوى من الفلز واي. فان هو يستنتج من ذلك. احنا عندنا اكس. اكس عامل مختزل. فهو اللي هيحصل له عملية اكسادة. طيب لو احنا اتكلمنا على الواي هيبقى يونات الواي معاه. في الناحية التانية هيبقى اكس موجب. وي بصفر. وبالتالي الاكس هيبقى عامل مختزل. يبقى يونات الواي عامل مؤكسد. يبقى احنا كده بقول لي اكس عامل مؤكسد او اكس موجب عامل مؤكسد. هقول له لأ. الاكس موجب عامل مختزل. لا احنا قلنا الاكس هو اللي عامل مختزل. الواي عامل مؤكسد. لا احنا قلنا الواي موجب هي اللي عامل مؤكسد. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار. جال. نروح بعد كده للسؤال رقم اربعة وعشرين. واللي خليها يتكهر وكيميائية الرمز الاصطلاحي بتاعها. بالشكل ده كده. ماغنيسيوم يتحول لايونات. يبقى ده كاسد. وقال له وجهه داي اختزال قطبيه ما اعطلنا جهود لاختزال. فدايما زمان انت متعود كده او انا متعود. بشتغل على جهود ليه الاكسدة. هيكون جهود الاكسدة بتاعنا ليه الماغنيسيوم اتنين وتمانية وتلاتين من مية. وجهود الاكسدة بتاع النحاس هيكون سالب اربعة وتلاتين من مية. بول ايام من مية يأتي وعبر عن التفاعل الحادث في الخليل. طبعا التفاعل الحادث هيبقى تفاعل تلقائي. ليه? لان جهد اكسدة الماغنيسيوم اكبر من جهد اكسدة النحاس وبالتالي الماغنيسيوم هيبقى ندويه النحاس هيبقى كاسد فالتفاعل تلقائي. فاحنا هنستبعد جيمي وده. طيب. هنبدأ ديشتغل عليه القوات ده على الايام مف بتساوي فرق جهودات الاكسدة كبيرة ناقص صغير. يبقى اتنين تمانية وتلاتين. ناقص ناقص اربعة وتلاتين من مية. هتساوي اتنين اتنين وسبعين. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الف. طيب لو انا عاوز اجيبهم فرق جهد الاختزال هيبقى برضو كبير ناقص صغير. يبقى اربعة وتلاتين ناقص ناقص اتنين وتمانية وتلاتين هتبقى موجب. وبالتالي هتطلع برضو اتنين وسبعين من مية. يبقى الاختيار بتاعنا يكون الف. نروح للسؤال رقم خمسة وعشرين. في الخلية الكهربية الموضحة بالشكل المقابل. طبعا اول ما تبص على الخلية هتلاقي عندك الاكس والواي. الطيار بيطلع من الاكس يروح للواي. ازا ده اكبر جهد اكس ده. وده اقل جهد اكس ده. طيب بيقول لنا اي الاختيارات بتعبر عن اكس وواي. طيب احنا قلنا الفلز اكس اكبر جهد اكس ده. هل الفضة اكبر جهد اكس ده من الواي? من هل الفضة اكبر جهد اكس ده من القصدير? لو رجعت سلسلة الجهود الكهربية هتلاقي العكس. هتلاقي القصدير اكبر يبقى ده مش نافع. طب الفضة والنيكل الفضة اقل من النيكل يبقى برضو مش نافع. القصدير والكادميو. لا القصدير اقل من الكادميو برضو مش نافع. نيكل وقصدير ايوة النيكل انشط من القصدير فوقه في سلسلة الجهود الكهربية بالاختيار بتاعنا يكون باختيار ده. ودي سلسلة الجهود الكهروكيميائية في احد الكتب الخارجية. اللي هو كتاب اف جادرو. هتلاقي عندك النيكل الفوق. والقصدير تحت منه. خلاص? هتفتح سلسلة الجهود الكهروكيميائية اللي موجودة في كتاب المدرسة والسؤال ده يتحلم. بشكل مباشر. تروح للسؤال رقم ستة وعشرين بيقول لي الف لزة الذي له اكبر قدرة على فقد الالكترونات. يعني يتأكسد بسهولة. يتأكسد بسهولة يعني جهد اكسادته اكبر. الف لزة اللي بتأكسد بسهولة او جهد اكسدته اكبر. يبقى جهد اختزاله اقل. يعني اكبر نشاط. كل دي هات معلومات. عن الف لزة اللي بيفقد الكترونات بسهول. هيبقى ولا 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 طبعا احنا قلنا عاوزين جهد اكساده اكبر. هو عطلنا جهد اختزال. يبقى جهد اختزال اقل. اقل لجهد اختزال في اللي قدامك مين? هيبقى الار بي. ليه? لان انت عندك ده بالموجب والباقي بالسالب. تعارف كل ما زادت والاشارة السالب موجودة. المقدار بيقل. يبقى انت هتختار له اختيار دال. تروح بعد كده للسؤال رقم سبعة واشين. بمعلومية جهد الاختزال الموضحة بالشكل دي جهد اختزال. اي من العبارات الاتية تعتبر صحيحة. هنقول يا جماعة كده. لحفظ. فيلز. او لحفظ محلول فيلز. لحفظ محلول فيلز. في اواني. يجب ان تكون الاواني اقل النشاط. الفلز اللي احنا هنحفظ فيه لازم يكون من الفلزات الاقل نشاط. وبالتالي اقل نشاط من اي ايونات فيلز المحلول. طيب لما يبقى اقل النشاط يعني اقل جهد اجسادة. يعني اكبر جهد اختزال. طيب ما ينفعش هنا بيقول لي يمكن حفظ. تعتبر صحيحة. بنظهر على الصحيح. يمكن حفظ ايونات الفضة في اواني النحاس. هقول له ايونات الفضة واواني النحاس. النحاس انشاط من الفضة يبقى النحاس ما ينفعش. طيب في اواني من النحاس النحاس اقل النشاط من المينش관 فبالتالي مش هيحل محله. وبالتالي هيفضل المحلول زي ما هو وال Kafka زي ما هو يبقى ده الاختيار الصحيح. ده تعالي هنا في جيم. النحاس والخارسين. هقول لك الخارسين انشاط. فيحل محل النحاس. فالخارسين يتاكل. وأيونات النحاس هتقل. يبقى ده مش نافع. طيب اواني النحاس طبعا النحاس انشف. فيحل محل الزئبق وبالتالي النحاسية تاكل ويونات الزئبق تقل. يبقى ده مش نافع. صار رقم تمانية وعشرين. بقول لها عند تفاعل الفلز ايه? عند تفاعل الفلز ايه? مع الحمض بي. يتكون غاز الهيدروجين. اذا الفلز ايه نشط? يعني يسبق الهيدروجين. تمام? يتكون غاز الهيدروجين الذي يمكنه اختزال الاكسيد سي. يبقى احنا عندنا مسلا سي يو او زائد اتش تو مسلا يعني. فيعطلنا سي يو زائد اتش تو او. يبقى انت عندك كده الهيدروجين اختزال الاكسيد اللي ايه? الفلز التاني? حرار ايه? طيب بقول ايا من مايات يعبر عن كل من ايه وبيه وسي. احنا عاوزين فلز نشط. الخرصين انشط من حمض الكابريتيك. تمام? بس الفلز سي يبقى اقل نشاط. اقل نشاط. لان بقول اختزال حراري يعني هنا كان فيه حرارة. طيب فهنا كده الكلسام مش اقل نشاط. الكلسام فوقه في السلسلة يبقى مش نافي. طيب بقول الحديد وحمض الكابريتيك. الحديد انشط من الهيدروجين او بيز بقى الهيدروجين فيحل محل الهيدروجين الحمض. وبالتالي بديات صح والاكسيد بتاعنا هيبقى اكسيد نحاس. تمام? يبقى الاختيار بقى والاختيار الصحيح. طيب. جي مدال استبعدناهم ليه? لان النحاس والفضة اقل نشاط. وبالتالي مش هيدار يحل محل الهيدروجين الهيدروجين الحمض. نروح بعد كده للسؤال رقم تسعة عشر. تسعة واشرين عفوا. بيقول لي ايام مما يأتي اعتبر اقوى عامل مختزل. اقوى عامل مختزل يعني اضعف عامل مؤكسد. احنا عندنا في الازات الازات في مجموعة الهالوجينات هيبقى فلور كلور بروم يود. وانت نزل لتحت كده. اللي بيحصل الصفة التاكسودية بتقل. والصفة الاختزالية بتزيد. يعني الفلور اصغر حجما فاسهل قدرة على جذب الالكترونات. فنقول له الفلور افضل عامل مختزل. عامل مؤكسد. لانه افضل في اكتساب الالكترونات. افضل في اكتساب الالكترونات. طيب تعالى بقى نزل تحت وانت نزل لتحت الحجم الزري بيزيد. وبالتالي القدرة على جذب الالكترونات بتقل. فنقول عليه. افضل عامل مختزل. يبقى عكس اللي فوق. يبقى حضرتك اللي فوق افضل عامل مؤكسد لانه اكتسب الالكترونات بسهولة. اللي تحت عكسه. هيبقى بفضل عامل ايه? مختزل. يبقى نختار له مين? اليود. تروح بعد كده للسؤال رقم تلاتين. بولي ايا من هذه الفلزات يمكنه ان يحل لمحل باقي الفلزات. طبعا انت عاوز ترجع للسلسلة وتشوف مين اللي فوق خالص. طبعا الخرصين بيزبقهم كلهم. يعني الخرصين بيزبق الحديد. بيزبق الفضة. بيزبق النحاس. يبقى الاختيار بتاعنا يكون الاختيار سي. روح بعد كده ليه السؤال رقم واحد وتلاتين. بولي بمعلمية جهود اختزال انصاف الخلايا التالية. هنا الهيدروجين اكتسب الالكترونات. يعني ده جهد الاختزال بتاعه. كل دول جهد اختزال. تمام كده? بولي اقوى عامل مختزل. هقول له اقوى عامل اكسدة. يعني اقل جهد اختزال. يبقى اكبر جهد اكسدة. وقل جهد ايه? اختزال. هتبص للجهود بتاعتك اللي فوق وتشوف مين الاقل فيه. انت عندك ده صفر. ده سالب. وده سالب. يبقى انت عندك اتنين سوالب هتختار ما بينه. طب من الاقل فيهم? هيكون الكيه. يبقى ده افضل عامل مختزل. ليه? لانه اقل جهد اختزال او اكبر جهد اكسد. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون البي اللي هو الكيه. نروح بعد كده لسؤال رقم اتنين وتلاتين. بقول هنا من الشكل المقابل ما الفلز الذي يتفعل تماما مع حمض الهايدروكلوريك المخفف لانتاج ميت ملي من الهايدروجين. فاغثر وقت. يبقى احنا عاوزين انشط في لز. من انشط في لز بدول الماغنيسيوم ما مستر. الماغنيسيوم في السلسلة انشط واحد. وراجع السلسلة هتلاقي الكلام ده سهل جدا بالنسبة. تروح بعد كده للسؤال رقم تلاتة وتلاتين. بيقول هنا. الجدوى المقابل بيوضح جهد اختزال بعض الايونات. هو من المعادلة اللي قدامي ده. هنا المانجنيز جهد اختزاله بيساوي سالب واحد وتسعة وشرين من الف فولت. ايا من ما ياتي يمكن ان يختازل الايون المانجنيزي. موجب تلاتة الايون المانجنيز موجب اتنين. يختازل يعني الفلز اللي هيختازل الايون المانجنيزي يكون اكبر منه جهد اكسادة. واقل منه اختزال. من الاقل من سالب واحد تسعة وشرين من الف. الاقل من سالب واحد تسعة وشرين من الف. مفيش حاجة اقل منه غير المانجنيزيوم. يبقى المانجنيزيوم هيبقى فقط لوحده. ما فيش حاجة اقل من الرقم ده غير المغنس. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الف. وروح بعد كده للسؤال رقم اربعة وتلاتين. السؤال رقم اربعة وتلاتين بقول اذا كانت قيمة الاي لنصف الخلية. نصف الخلية القدامة ده اكتساب الالكترونات يبقى نصف اختزال. بقيمة سالبة كبيرة. يبقى انت كده هتكتب جهد اختزال سالب كبير. تمام كده? جهد اختزال سالب كبير. يبقى العنصر ده في مقدمة سلسلة الجهود. الكهرو كيميائية. ليه? لانه لما يبقى جهد اختزال سالب كبير هيبقى جهد اكسادة. خلاص كبير. بالموجة بطبعا. طيب ايا مما يعتبر استنتاجا صحيحا. ايه يسهل اختزاله? لا. ايه يسهل اكسادته ايه? ليه? لانه جهد الاكسادة بتاعه كبير. طالما جهد الاكسادة كبيري بقى يسهل لايه? الاكسادة. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون بقى. وروح بعد كده ليه السؤال رقم خمسة وتلاتية. بولي عند اضافة العنصر اكس الى ثلاث محلية المختلفة كانت النتائج التلاتة. اكس مقدرش يحل محل الف اي. يبقى الاكس اقل النشاط من الف اي. طيب الاكس قدر يحل محل الهايدروجين. يبقى الاكس بيسبق الهايدروجين. يبقى انت عندك ترتيب العنصر ازاي? اده حديد. واكس. وبعد كده ايه? هيدروجين. طيب الاكس لم يستطع ان يحل محل مين? الخرسين. الخرسين فوق اصلا. يعني الخرسين فوق الحديد. وبالتالي هو طالما ما حلش محل الحديد فمش هيحل محل مين? الخرسين. بل ايا من المحلية للاتاه يمكن ان يتفاعل معه العنصر اكس. طيب طالما عاوزين الاكس يتفاعل مع محلول يبقى لازم يكون المحلول ده تحت الهايدروجين. المنجنيس فوق. والنحاس تحت بقى نختاره. المغنيس يوم فوق المتسلسلة والسوديوم فوق. يبقى انت حضرتك كل العنصر ديت فوق الحديد والخرسين. فوق الهايدروجين مع ده مين? النحاس. يبقى الاختيار بي والاختيار الصحيح. سؤال رقم ستة وتلاتين. بل خلية كهربية يعبر عنها بالرمز الاصطلاحي اللي قدام ده. هنا نيكل انود. وبعد كده الزهب بكاسود. تمام. النيكل جهد الاكسادة بتاعه بيبقى خمسة عشرين من مية. والذهب جهد الاكسادة بتاعه سالب واحد وخمسة من عشرة. عاوز الاي ام اف. هقول له الاي ام اف فرق جهدية الاكسادة. كبير ناقص صغير. الكبير خمسة وعشرين من مية. اون. ناقص ناقص. واحد وخمسة من عشرة. يبقى هنا كده خمسة وعشرين من مية زائد واحد ونص. بيساوي السالب سالب هون يبقى موجب. سوى واحد وخمسة وسبعين من مية فولت. يبقى الاختيار بتاعنا طبعا بالموجب. هيبقى الاختيار سي. نروح بعد كده للسؤال رقم سبعة وتلاتين. بولي اجريت عدة تجارب لقياس الاي ام اف. لعدة خلايا باستقدام عدة اكتاب مختلفة وسجلة النتائج في الجدول التالي. طيب اقرأ كده اللي تحت. بقول لي ما الترتيب الصحيح لنشاط هذه العناصر. انت عاوز ترتب العناصر بتاعتك. علما بان الاي ام اف تكون باشارة مجابة عندما يكون الفلزة اتنين انشط من الفلزة واحد. طيب ركز معا كده. شايف الفلزة اتنين? في الحالة دي هات البريليوم مش هحصل تفاعل لانهم نفس الفلزة. طيب السيريوم والبريليوم. لو انت بسيت عليهم القيمة بتاعتها تبقى بكام? بالموجب يبقى السيريوم انشط من البريليوم. هو اللي قال كده. طيب. الاتنين التانيين هيكونوا سالب. يبقى يكونوا اقل نشاط من اين? من البريليوم. تمام اهو. طيب. عندي هنا المنجنيز. لما فعلناه مع الكوبلت. لما فعلنا المنجنيز مع الكوبلت. كان هو الاقصر نشاط. لما فعلنا المنجنيز مع الكوبلت. كان المنجنيز اقصر نشاط. يبقى المنجنيز في الاخر. والكوبلت قبل منه. طيب ممكن نجيبها من اللي فوق. هنا الفرق ما بين البريليوم والكوبلت كان فرق كبير. وبالتالي. الفرق ما بين البريليوم والكوبلت كان فرق كبير بس بلايه? بالسالب ازن البريليوم اكبر من الكوبلت. والكوبلت اكبر من المنجنيز. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار المنجنيز هو اللي انشط من المنجنيز هو اللي انشط من الكوبلت. عفوا معلش? المنجنيز هو اللي انشط من الكوبلت. المنجنيز مع الكوبلت المنجنيز انشط. يبقى الكوبلت في الاخر خالص. ايوا كده يبقى الدنيا كده زبطت معنا. خلي بالنا تاني. احنا قلنا انشط من البريليوم عشان نلقي ما مجابا. طيب والمانجنيز انشط من مين? المانجنيز انشط من الكوبة. المانجنيز انشط من الكوبة لتبقى الترتيب بتاعنا الصحيح. يبقى نختار له بقى السريوم بريليوم مانجنيز كوبة لتبقى الاختيار بي. نروح بعد كده لسؤال رقم تمانية وثلاثين. بقول لي هنا ايه? عنصر اكس. يتميز بمال. يستخدم في الصناعات السباك واكسيد وقعادي يبقى فلز. يالي الهيدروجين يبقى من الفلزات اللي بتالي الهيدروجين. طيب انت عندك الكربون والكابريت مش نافع. لان احنا قلنا فلز. يبقى ان حاس والخلصين نختار ما بينهم. ونختار له مين? النحاس. ليه? عشان هو بيالي الهيدروجين. سؤال رقم تسعة تلاتين. بقول لي من الجدول المقابل اي من هذه العناصر الانتقالية هو الاسهل تحويله من حالة تأكسد موجب اتنين الى حالة تأكسد موجب تلاتة. يعني اسهل في من موجب اتنين لموجب تلاتة اسهل في الاكسادة. اسهل في الاكسادة يعني اكبر جهد اكسادة. او اقل جهد اختزال. تعالي نبص على الجدول. ده طبعا جهد اختزال. عشان من كبر لصغير. اختزال. 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 يبقى احنا ندور على اقل جهد اختزال. اقل جهد اختزال في دول مين السالب? يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الكروم. يبقى نختار له الاختيار ايه? نروح بعد كده للسؤال رقم اربعين. بقول لي الجدول المقابل يعبر عن جهد اكسادة اربع عناصة. ايا من هزي العناصة يمطي غاز هيدروجين بمعدل اسرع عند اضافة حمض الانشاط. يعني الاكبر جهد اكسادة. من الاكبر جهد اكسادة في دول? طبعا السالب هنستبعده. عندك الاكبر جهد اكسادة مجبه اربعة عربعين يقول الاختيار سي. سؤال رقم واحد واربعين. بول المعادلتان التاليتان تعبر عن جهدي اختزال. ايه مجبه اتنين? وبين مجبه اتنين? دول جهد اختزال. ماذا هيحدث عند اضافة مسحوق الفلز ايه? الى محلول المركب بي سي ايل تو. طبعا هنا الاكبر جهد اختزال اقل نشاط. طيب لان الاكبر جهد اختزال هيكون اقل جهد اكسادة. طيب مين في دول اكبر جهد اختزال? انت عندك الايه اكبر جهد اختزال? هيكون اقل نشاط. تمام كده? يبقى تقول الايه? اقل نشاط. من البي. فلا يحل محلو في محلول املاحو. يبقى لا يحدث ايه? تفعل. يبقى الاختيار بتاعك هيكون جيم. تروح بعد كده لسؤال رقم مين واربعين. لماذا لا يحفظ محلول السي يو اسو فور في قوعية الالمونيوم. لان لو حطينا الالمونيوم مع السي واس او فور هيحصل تفاعل. والالمونيوم يحل محل النحاس. ويعطي لنا ايه? ال تو اس او فور زائد سي وغوزين تحط هنا اتنين. ونحط هنا كده تلاتة. ونحط تلاتة عشان تبقى المعدلة موزونة. ايه اللي حصل? اللي حصل الالمونيوم حصل له عملية اكسادة. وايونات النحاس حصل لها اختزال. يبقى اقول له بسبب ان ايونات النحاسة تختزل يبقى نختار له لاختيار جيم. روح للسؤال تلاتة عربعين اخر سؤال في حلقة اليوم. بقول تابعا للمعادلتين اللي قدام دون. فان قيمة الام اف للتفاعل بتاعنا. طيب احنا عندنا هنا دية جهد ايه? اختزال. يبقى الام اف بتساوي ايه? اجاهد اختزال كبير نقص صغير. يبقى الاينeil اف بتساوي? اكساد اكساده كبير نقص صغير? وبفرق اجاهد اختزال كبير نقص صغير? من الكبير عندنا اللي هو سالب ستة وسبعين من مية. سالب واحد سبع وستين من مية. سالب سالب يبقى موجب. يبقى النتيج بتاعنا هيكون موجب واحد وتسعين من مية. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار بي. بكده انبقى وصلنا لنهاية حلاقة اليوم انتظرونا ان شاء الله في حركات قادمة توفية شبه فيما وقادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.